ضم إلينا من واشنطن المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية نورمان رول أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية اسمح لي بهذا السؤال لفهم هذا الخبر بشكل أكبر وهو أن رئيس بايدن أطنع نتنياهو بعدم توجيه ضربة استباقية لحزب الله في لبنان بعد السابع من أكتوبر المفروض أن المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بينها تنسيق عالي فكيف نفهم أن المخابرات الإسرائيلية كانت متأكدة من أن حزب الله لديه خطة لهجوم متعدد بينما الجانب الأمريكي نفى ذلك تماما وقال أنه لا داع لهذه الضربة الاستباقية هل يفهم من السياق من الخبر بأنه كان هناك ربما نية مبيتة لدى إسرائيل هنا للاستفادة من الدعم الدولي لفتح جبهة في لبنان بهذا الشكل صباح الخير لكم ومشاهديكم أنظر إلى الأمر بشكل مختلف علينا نتذكر أن إسرائيل في وقت هذه المناقشة كما تم ذكره في الصحافة كان لديها مفاجأة استراتيجية وكان هناك تأكد من أن كبار المسؤولين الإسرائيليين كان لديهم تنسيق وذلك من قبل أو ضد الإيرانيين أو حزب الله وأيضا كانت خطاب إلى حد ما صعب خلال هذا الوقت وكان هناك دلائل على أن الأنشطة الخاصة بحزب الله في لبنان فيما تعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لاسيح مع العلاقات الاستخباراتية كانت قريبة جدا ولكن الاستخبارات تطلب ترجمة أو تفسير وليس بمفاجأة أن الولايات المتحدة وإسرائيل ربما كان لديهم تفسير مختلف للأمر أعتقد أن هذا يظهر أن الولايات المتحدة تهتم فيها لإبقاء على الصراع محلي والولايات المتحدة لديها منقشة صريحة مع إسرائيل وإسرائيل أيضا أخذت تصريحات الأمريكية وتعليقات ديها فيها الاعتبار عن تخذ القرار ولكن في طوال هذا الوقت استمرت حزب الله في الهجوم اليومي وأعتقد أن هذا يشير إلى أجرحية تصعيد هذه الديناميكية وحزب الله كان هذا قراره طيب الآن بالنظر إلى سير العمليات الإسرائيلية في غزة رئيس الأركان الإسرائيلي قال أنه لم يتم حتى الآن تحقيق جزء كبير من الأهداف ونرى الصعوبات لو كانت إسرائيل فتحت جبهة مع حزب الله في لبنان كيف كان ممكن أن نتخيل الوقع هل إسرائيل لديها هذه الثقة لتجر أمريكا إلى حرب إقليمية بهذا الشكل هل كان ممكن فعلا أن يحدث هذا لو لم يقنع كما يقول الخبر بايدن نتنياهو أعتقد أيضا علينا أن نفهم أن هناك أن اللبنان وغزة جغرافيتان مختلفتان حيث أن إسرائيل من المرجح أن تهاجم هذه جغرافية ولكن بشكل مختلف إسرائيل أيضا لديها قوات عسكرية كافية لأن يكون لديها حملتين وهذا جزء من الدفاع الاستراتيجي العسكري ببساطة لأن لدينا حزب الله في لبنان وحماس دائما ما يقومان بتهديدات ضد الدولة أعتقد أن إسرائيل لا تتطلع لأن تكون الولايات المتحدة مجرورة إلى النزاع ولكن الولايات المتحدة تقدم بعض الدفاع ضد الصواريخ الخاصة بحزب الله نتج عن هذا الصراع الولايات المتحدة ذكرت منذ بداية هذه الحرب أن ليس لديها نية في المشاركة والانخراج في هذا الصراع وهذا مفهول من قبل القيادة الإسرائيلية طيب هل تعتقد أن الضغط الأمريكي على إسرائيل لكي لا توجه ضربة استباقية هو فعلا خطورة الوضع أم أن هناك كان في أجواء إيجابية بين أمريكا وإيران قبل 7 أكتوبر حرصت الولايات المتحدة على عدم إفسادها من خلال فتح جبهة حزب الله هل الدافع برأيك كان سياسي أم أمني عسكري بحث دافع بايدن يعني هذا قرارا عسكري للولايات المتحدة والعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران جيدة جدا إيران كانت تقوم بالمهاجمة على القوات الأمريكية لبعض الوقت في العراق إيران لا تتعاون فيما تعلق بالرهاء وإيران أيضا تزيد حجم برامجها النووية بطريقة خطيرة الولايات المتحدة تركز مع إيران فيما يتعلق بالدفاع الإسرائيلي ومنع هذا النزاع من أن يتصاعد إلى أجزاء أخرى في الشرق الأوسط وأعتقد أنه بالطريقتين الحوار بين واشنطن وإسرائيل قد تحقق هذا الأمر طيب الآن فيما يتعلق بالوساطة التي تقوم بها أمريكا بين إسرائيل وحزب الله بشكل سري حتى لا ينفلت الوضع برأيك هل هي وساطة عسكرية فقط أم أنه سيكون هناك أثمان لأنه أيضا ضبط حزب الله وعدم خروجه عن السيطرة سيكون له ثمن ستطالب طهران بثمن لذلك في لبنان هل أمريكا مستعدة لتقديم هذا الثمن السياسي في لبنان ربما مساعدة حزب الله على تعيين أو انتخاب رئيس لا توجد دلائل على أن الوليات المتحدة لديها وساطة بين إسرائيل وإيران حيث أنه لا توجد دلائل على إيران ترغب في المشاركة في هذا الصراع إيران ترغب في أن تدفع أصدقائها للتعاون في هذا الصراع ولكن هؤلاء لديهم حدود لأنه ليس لديهم النية أو الرغبة في مواجهة نفس التدمير مثل غازة ببساطة لأن تقدم لإيران بروباجندا معينة قطعا من المستحيل أن نصدق أن الولايات المتحدة سوف تقدم لحزب الله في لبنان أي تأثير سياسي في لبنان حتى العقوبات الأخيرة قد ضعفت ولكننا نعتقد أن هذا سرطان في النظام السياسي اللبناني وهي حزب الله في لبنان شكرا لضيفنا من واشنطن المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية نورمان رول شكرا لكم